أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأ التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة وذلك اعتبارا من غد الخميس تقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يوما حيث تنتهي يوم الخميس 22 من أغسطس الجاري على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارا من يوم الأحد 11 من الشهر الجاري